اشتركوا في القناة حتى طالبات هذه المدرسة لم يستطعن مغادرتها فقد كان المشهد مفجعاً بالنسبة لهن فالانفجارات بالقرب من هذه المدرسة كانت مروعة ومخيفة ولم يجدن منفذاً للنجاح بعد أن أغلقت عليهن المدرسة أبوابها كانت صنعاء قد شهدت عدة انفجارات في منطقة سعوان السكنية وافادت الأنباء الواردة من هناك بمقتل مدنيين بينهم طالبات وإصابة العشرات وقالت مصادر محلية بأن الانفجار حدث في مستودع يقع قرب مدرسة الراعي للبنات ميليشيا الحوثي اتهمت التحالف بقصف الحي سكني والتسبب بسقوط الضحايا فيما نفى المتحدث باسم التحالف تلك الاتهامات في الوقت الذي تحدثت فيه قناة العربية الحدث عن حدوث غارات عسكرية استهدفت مركز تدريب ومخزناً للأسلحة غارات التحالف العربي كانت قد توقفت مطلع هذا العام بعد انطلاقها في مارس 2015 وقد لقيت بعضها عدة انتقادات محلية ودولية بسبب سقوط مدنيين لكن المؤكد أن سكان صنعاء سيظلون رهينة استخدام الحوثي لهم كدروع بشرية وستمرار غارات التحالف بدون الالتزام بقوانين قواعد الاشتباك